وهذه المرة أريد أن أدخل معك في مقارنات الآن ذهبت إلى سهم سامبا وإلى سهم الراجحي وطبقت أداء هذه الأسهم في ثلاثة أشهر الماضية مع أداء قطاعهما فوجدت أن الراجحي كان يطابق تقريبا في خط الموازن مع التوجهات القطاع سامبا كان حقق قفزة هذه القفزة التي نوعا ما ابتعد بها عن منحة أو منحنة القطاع بشكل عام هل بأتقادك راجحي الذي قاد المصارف هذا القطاع بتحركات لثلاثة شهور بالتأكيد يجب أن نضع في اعتبارنا أن مصرف الراجحي يمتلك أكبر وزن في القطاع المصرفي وبالتالي مدى الترابط ما بين أداء سهم الراجحي مع أداء قطاع المصارف بيكون متقارب إلى حد كبير في الجانب الآخر دائما وأبدا سهم مجموعة سامبا المالية دائما يكون ترابط مع المؤشر وأيضا مع القطاع ترابط ضعيف ودائما وأبدا نلاحظ أنه يعكس الاتجاهات في الوقت سابقا مثلا من قبل شهور أو سنوات في الوقت الذي كنا نرى السوق يحقق مكاسب كبيرة كنا نرى سهم سامبا يجني أرباح بحده والعكس صحيح فبالتالي دائما سامبا من الصعب جدا أن يتنبقي أن يتنبقي أداء السهم تحديدا لكن أعتقد أن المؤشر يترابط بنسبة عالية ويترابط قوي جدا بالراجحي وغيرها من المصارف التي تعتبر نوعا ما مستقرة في الأداء بالمقارنة مع القطاع أو مع المؤشر العام نفس الحديث عن صناعات البتروكيماوية أخذت الآن سابق وقطاع صناعات البتروكيماوية هناك مطابقة شبه تامة مع حركة سابق وحركة قطاعه نفس التعليق؟ نفس التعليق بالتأكيد لأن سابق تلعب دور كبير في وزنها ضمن القطاع وبالتالي القطاع نفسه يتأثر بتحركات سابق وأيضا هذا ينطبق أيضا على المؤشر لو ناخذ الراجحي وسابق مع بعض ونقارنها بعدها المؤشر أيضا بنلقى نفس النتيجة أو نتيجة قريبة جدا منها الآن نذهب إلى القطاعات بشكل عام وأدائها للثلاثة أشهر الماضية وجدت هناك تفاوت في الأداء على سبيل المثال قطاع المصارف وقطاع صناعات البتروكيماوية حققت أعلى مستوياتها خلال نهاية هذا الأسبوع نتحدث عن مجاراتها للتحركات هي الأعلى في حركة المؤشر قطاع الاتصالات وقطاع التأمين جاء بخلاف ذلك تماما قطاع الاتصالات كانت أفضل حالاته قبل شهر أغسطس وقطاع التأمين كان تقريبا في منتصف شهر أغسطس باعتقادك هذا التفاوت في أداء القطاعات يعود إلى نوعية أداء كل قطاع تأمين مضارب اتصالات بحسب أخبار قيادياته ما الذي يعز إلى هذا التفاوت؟ طبعا بالنسبة للتفاوت نعزيه بالدرجة الأولى إلى الظروف والعوامل التي كانت تأثر على كل قطاع قطاع الاتصالات تفاعل في الفترة الماضية مع بعض الأخبار الإيجابية حول نتائجها مثلا قطاع الاتصالات في نتائجها في الربع الثاني وأيضا في الربع الأول كانت نتائجها ممتازة جدا مثلا سواء كان الاتصالات سعودية أو موبايلي أو حتى زين كانت نتائجهم طيبة في الحقيقة وعطت دفع للقطاع بشكل عام في ظل المخاوف التي كانت تحيط بالسوق والقطاعات ونقدر نقول أن قطاع الاتصالات وأيضا قطاع المصارف كانوا من أقل القطاعات في السوق تأثرا بالأزمة الإتمانية لأن باقي القطاعات وعلى رأسها طبعا البتروكيمويات كانت بعضها تحقق خسائر يعني قطاع بشكل عام مثل في الربع الأول 2009 كان قطاع البتروكيمويات يحقق بعض الخسائر لكن بشكل عام طبعا دائما أبدا اللي يأثر هي الظروف والأخبار والعوامل اللي يتأثر على كل قطاع وهذا اللي تعطيه يعني دفع للارتفاعات أو للنخفاضات أما ما يتعلق بقطاع التأمين كما هو معروف لا توجد أي عوامل أساسية أو فندمنتلز تحكم تحركات القطاع لأنه هو قطاع مضاربي بدرجة الأولى يعني يخضع إلى عوامل السيولة وقوة المضاربين وتحركاتهم طبعا في بعض الأخبار الجانبية يعني اللي يتحفز هذا القطاع مثل الموافقة على رفع رأس مال ساب تكافل أو بعض الأخبار الإيجابية مثلا عن شركة التأمين أو غيرها لكن بشكل عام القطاع قطاع مضاربي لا تحكمه أي عوامل ومن الصعب جدا أن نتكهن أو نتنبأ أي شيء على هذا القطاع ولا حتى الإدراجات الكثيرة التي جاءت بهذا القطاع في منتصف أغسطس أو استباق الأسبوع قبل رمضان يعني ألم تكن هذه تبريرات ارتفاعه؟ طبعا الإدراجات الجديدة في قطاع التأمين هي ضغطت على القطاع نفسه يعني وأيضا الإكتبات الجديدة يعني أنا شخصيا أتوقع مع طرح الثلاث شركات الجديدة المتوقع يطرح خلال أيام أتوقع أنها أيضا ستجبر القطاع على الدخول في عملية جنية أرباح جديدة لأن المضاربين الموجودين حاليا في شركات التأمين يحاولون أنهم يجنون أرباح لأن العملية من يسبق الثاني يعني تخوفا من أن تصير عمليات خيانة ما بينهم وبين بعض في حال يعني إذا بعضهم فضل أن يقوم بعملية جنية أرباح قبل الثاني والهدف أيضا أن الدخول في الشركات الجديدة التي سيتم إدراجها بالسوق وسيطر عليها مجددا حتى يحققون مستويات سعرية عالية والتحكم بالسهم فدائما أبدا نلاحظ أن قطاع التأمين إذا كان في مرحلة هدوء من اكتتابات أو إدراجات في القطاع دائما نلاحظ أن يواصل ارتفاعاته بشكل واضح لكن مع أي اكتتابات أو إدراجات نلحظ أن عمليات جنية أرباح تحدث داخل القطاع بشكل عام وهذا يعني يفسر أن قطاع قطاع مضاربة بالدرجة الأولى تحركة عمليات ضخ السيولة وسيطرة المضاربين على الشركات ورغبتهم في السيطرة على الشركات الجديدة التي تدرج باعتقادك هل من الإنصاف والعدل أن الشركات التي دخلت في النصف الثاني من الربع الثالث وشملت في أداء القطاع بشكل عام يعني جاءت طبعا باختلاف من علم كيف هو سيناريو دخول سهم جديد للسوق وكيف تكون عليه التداولات ربما هذا الذي يرفع القطاع هل من الإنصاف شمل الأداء بهذه الأسهم؟ هو في الحقيقة أخطر الله يعني لو نتابع القطاع نحن ما نقدر يعني من أصل أكثر من ثلاثين شركة ما فيلا شركة وشركتين فقط اللي نقدر نقول أنها تستحق التقييم والمتابعة والمثل التعاونية أو على سبيل المثال ملاذ مثلا أما باقي الشركات أكثر من ثلاثين شركة يعني بعضها أما لم يعمل من الأساس أو أن بعضها بدأ العمل حديثا ويعني ما نقدر نقيس عليها أي أداء يعني فبالتالي ما تعنينا أي شيء القوام لأن أعتقد نحتاج إلى الفترة الزمنية طويلة حتى نردع نبدأ في عملية تقييم الأداء وأعتقد أن هذه الفترة لننتقل عن سنة إلى سلتين على أقل تقدير يعني حتى نكون عادلين مع الشركات الجديدة لكن في الوضع الحالي ما في أي عوامل أساسية ما في أي فندمنتلز تدعم يعني متابعتنا أو مراقبتنا ما عدا قطاع البنوط ربما قطاع المصارف هو أكثر قطاع أنا أتكلم عن التأمين نعم نخرج من التأمين أنا أتكلم عن قطاع التأمين فعلا نعم قطاع المصارف باعتقادك هو أكثر قطاعات ربما نستطيع أن نتنبأ بأداءه يعني الآن اليوم تنتهي هذه الجلسة ندخل الآن في الربع الأخير من هذا العام في جلسة السبت هل ستكون هناك فوجة سيد محمد بشكل عام نستطيع أن نتوقع أو نتنبأ بربحية الشركات في ثلاث قطاعات يعني تحديد المصارف الاسمنت الاتصالات لكن باقي القطاعات في الحقيقة من الصعب جدا أن نحدد أي توقعات أو تكاهنات في هذا الموضوع بسبب ضبابية الأداء وتقلبات الأداء في كل غطاع لكن بشكل عام أنا أتوقع فيه فجوة سنشوفها في الفترة القادمة قد تكون مع بداية الأسبوع القادم لكن هذا اليوم أتوقع يمكن أن نشوف تذبذبات ضمن طاقات ضيقة نسبيا قد نشهد ارتفاعات في قيم تداولات فوق مستوى الخمسة مليار لكن بشكل عام أنا أتوقع تذبذبات ستكون محدودة بحدود عشرة إلى عشرين نقطة حسب تقديري الشخصي ويمكن السوق يغلق عند هذه المستويات إن كانت بالمنطقة الخضراء أو الحمراء لكنها ضمن طاقات ضيقة أشكرك جزيل أشكرا سيد محمد العمران وأنت عضو جمعية الاقتصاد السعودية كنت مباشرة معنا من الرياض وهذا تذكير سريع بحركة التداول في مؤشر السوق السعودية تراجعات بما يقرب 13 نقطة المئوية 16 نقطة تحرك رأسي ولكن نحو الهبوط ولكن ما يزال المؤشر يحافظ على مستويات الـ 6200 نقطة بارتفاع يعني حافظ بسيطة